السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير تعالوا بنا النهاردة هقولك على وصفة تحفة جدا ازاي تقلي السمك في البيت هيطلع معاك خطير بمعلقتين زيت بس تقلي اكبر كمية سمك ممكن تتخيليها تعملي عزومات السمك في البيت وقلب الجامد ما تخافيش ان اززت الزيت اللي عندك في البيت هتخلص والحاجات دي لا خالص هنقلي السمك النهاردة بمعلقتين زيت بس هيطلع التدبيلة تحفة وكمان شكل السمك لونه تحفة خطير زي ما احنا شايفين دهبي ومقرمش والسمك كمان طري ومستوي مش هياخد مننا عشر دقايق بس هيطلع خطير وانسي ان انت كمان تبقى ريحة الشقة بتاعتك كلها دخان وقالية والحاجات دي لا خالص خالص يا بنات هيطلع سمك من الاخر بجد اهم حاجة لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو يلا بينا على بركة الله نسمي الله كده ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا اول حاجة هبدأ بيها هي تدبيلة السمك لان انا طبعا السمك نضفته وغسلته وحطاه في محلول نقع وسايباه كمان يصفي تمام اول حاجة في التدبيلة حطيت ملح وكمون وكسبرة نشفة وجربي كده تحطي يعني حاجة بسيطة من الفلفل الاسمر كده لتدبيلة السمك بصوا هتخلي ليها تستطوح فجدا بس تجربيه هيتلا معاك حلو قوي كمان الجنزبيل من الحاجات اللي ليها فوايد وقيمة غزائية وليها تأثير على الصحة حلوة يا بنات جربوها في اضافة الجنزبيل لتدبيلة السمك ده طبعا بصل بدرة وتوم بدرة ودي من الحاجات اللي انا بجهزها عندي في البيت ده طبعا لون البصل غامق شوية لانه من البصل الاحمر المصري اللي بنعمله في البيت بيكون حلو قوي كمان بحب اضيف الكركم لفوايده وكمان بيفرق معايا في شكل التدبيلة حطيت كمان معلقة من الزيت او يعني هي معلقة واحدة بس في التدبيلة وممكن تستغني عنها كمان مفيش اي مشكلة هبدأ كمان اعصر لمونة عادي جدا بالشكل ده وهقلب التدبيلة الحلوة دي مع بعضها ولكن هنا لسه هضيف معلقة كده من هريست الشطة الحارة هريست الشطة دي بتكون عبارة عن فلفل احمر حار وكمان توم تمام كده يعني مش هضيف توم للخلطة بتاعتي ولا هضيف فلفل وكمان مش هضيف كسبرة ولا اي خضار من الخضار اللي كنا بنضيفه يعني التدبيلة تختلف عن اي تدبيلة عملتها معاك وقبل كده تدبيلة سيلة كده عبارة عن ملح وتوابل ولمون حلوة جدا جدا رحتها مبدئيا تحفة خلصت كده التدبيلة هركنها معايا على جنب ونشوف بقى السمك بتاعي بعد ما طلعته من محلول النقع لازم ان اصفي كويس جدا يا بنات خدوا بالكم من الخطوة دي علشان ما تشتكيش ليه السمك بتاعك بيكون لسه في ريحة زفارة بعد القلية والطبخ وكده لازم ان تصفي كويس جدا طبعا شلت القشور وشلت الخياشين بتاعته بحب ان اضافه من اي زيادات فيه يكون شكله حلو كده وبسيط كمان بديله شقوق كده في الظهر لو السمك بتاعك كبير شوية بعد كده باخد شوية من التدبيلة بحطهم في بطن السمكة زي ما احنا شايفين وبوزعه بايدي بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وكمان بامسك السمكة من برة بحط عليها شوية من التدبيلة ودلكها وحاول ان انا ادخل تدبيلة في الفتحات اللي انا عملها في السمكة دي هتفرق جدا في الطعم الفتحات دي فايدتها ان هي بتديني شكل حلو للسمكة وكمان لو السمكة كبيرة هتخليها تستوي كويس تمام كده تبلت هنا كل السمك بتاعي اهو وهبدأ بقى معاكو في الخطوة التحفة جدا ازاي تقلي كمية السمك اللي عندك كلها او تعمل عزومة بمعلقتين تلاتة زيت بس مش اكتر مش اكتر يا بنات بجد بصوا الحمد لله انتم عارفين عندي المستقية ومش بحب خالص اعمل اي حاجة يعني يكون فيها كسب او يكون فيها حتى اي عنوان فرقع وخلاص او حاجة فيك كده لا خالص جربوا معايا الوصفة وهتقولولي رأيكم في التعليقات ان شاء الله معايا هنا بولة صغيرة حطت فيها معلقتين تلاتة دقيق وهحط عليها شوية كركم وده عشان اخد اللون التحفة بتاع المطاعم وكمان فوايد الكركم حلوة ما تخفيش خالص الطعم مش هيتغير خالص عايزة تغير الكركم وتحطي اللون الزعفران براحتك خالص على قد الدقيق اللي انا ضفته هضيف زيت يا بنات تمام؟ يعني لو حطيتي معلقتين دقيق حطي معلقتين زيت تلات معالق دقيق حطي تلات معالق زيت شايفين قد ايه بقى الوصفة بتاعتنا بسيطة جدا وحلوة قوي قوي هنا كل اللي هعمله ان انا هقلب الزيت في الدقيق بالشكل ده مش هحط لملح ولا توابل ولا بهارات زي ما قلت لك شوية كركم بس وممكن تستغني عنهم ممكن تحطي بدلهم لون الزعفران براحتك خالص هقلبهم بالشكل ده ولو حستي ان الخليط بتاعي متماسك قوي هضيف بس كمان معلقت زيت مش اكتر من كده هو ده طبعا بيرجع لنوع الدقيق بتاعنا تمام؟ وزي ما احنا شايفين كده بكل بساطة قلبنا الخلطة مع بعضها وبقت سيلة شوية زي ما احنا عايزين دي النتيجة اللي انا عايزها يا بنات اهو بالشكل ده شفتوا بقى ودي كمان كمية الدقيق بس اللي هنغلف بيها السمك بتاعنا ولا ميا بقى ولا الكلام ده كله بصوا زي ما احنا شايفين كده طبعا كلنا لما بنجي نقلي سمك بناخد كباية كبيرة من الدقيق ونحط عليها ناشا ونحط فيها خلطات كده وحاجات لا خالص استغني كمان عن كل الخطوات دي وجربي معايا الخطوة التحفة جدا دي بصوا بقى هنا يا بنات انا عندي هنا الشبكة دي لو مش متوفرة عندك ممكن جدا تحطي السمك على شبكة الفرن بتاع البوتاجاز يعني هي لازم ان يكون على شبكة وايا كان الشبكة بقى اللي متوفرة عندك استخدميها تمام كده جبت الشبكة اهو ومعايا الخليط اللي احنا جهزناه معلقتين الدقيق ومعلقتين الزيت بجيب كمان معايا فرشة لاني هستخدمها وبعد كده هجيب السمك اللي انا تبلته طبعا السمك ممكن تسيبيه في التدبيلة من اول عشر دقايق لحد ساعة براحتك خالص كل ما بتسيب السمك بتاعك في التدبيلة بيتشرب منها وبقى حلو جدا وخصوصا لو السمك كبير بالفرشة وهاخد الخليط اللي انا عملت اللي هو الدقيق والزيت وهبدأ احط على السمكة بالشكل ده شايفين بقى الطريقة بسيطة ازاي ولا ابسط ولا اسهل من كده بجد يا بنات جربوها وبجد بجد انا بستنى رأيكم في التعليقات لانه بيفرق معايا كتير كتير ان شاء الله لو عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علي باللايك علشان بيدعم الفيديو وكمان بيوصل لناس كتير عايز اقولكم ان في ناس كتير في الفترة الحقيلية اللي احنا فيها دي بتكسل جدا تعمل سمك مقلي وبترفض طلب ولادهم ومش هعمل سمك مقلي عشان الزيت والزيت غالي ومش هينفع خالص فطبعا مش هيبقى السمك غالي وزيت غالي ونعمل الوصفتين يعني مع بعض لأ لازما ان احنا نقتصد في حاجة على قد ما نقدر وطبعا علشان مش عشان الدنيا غالية وكده يبقى فيه حرمان ونيجي على حساب الاولاد والبيت وكده لأ خالص حاول ان انت اه هاتي السمك ماشي مفيش مشكلة ولكن اقتصدي في الزيت وجربي معايا الوصفة دي وقلولي رأيكو في التعليقات اكيد اكيد ان شاء الله رصيت السمك كده على الشبكة ودهانت كله بالفرشة اللي فيها زيت وي دقيق بالشكل ده وكمان هوريكو التسوية معايا في الفرن دلوقتي عشان تاخدوا بالكو كويس جدا انا حطيتي السمك في انهي رف بالضبط قريب من الشواية ومش هياخد بالضبط مننا اكتر من عشر دقايق وهتلاقي كمية السمك دي كلها قلناها وبقت طحفة جدا عايز اقولك هو قريب اهو قوي من الشواية هيبدأ السمك ينزل كمان الدهون اللي فيه في الصينية اللي انا حطاها تحت الشبكة دي بعد ما لقيه يخد اللون المزبوط اللي انا عايزاه بقلبه على الجهة التانية وبدهنه تاني بالفرشة وبكده ابقى خلصت كل كمية السمك الحلوة دي تعالوا بقى نعمل طبق بتنجان سريع كده شويت البتنجان على عين البتجاز بعد كده اشرت البتنجان وهو لسه سخن كده في الطبق زي ما هو كده بالمعلقة او بالسكينة او بالشوكة وهبدأ ان انا ايه اقصر السمك البتنجان بتاعي ده تمام بالشكل اللي احنا شايفينه كل ما تهرسيه وهو سخن بيكون افضل وبيديكي نتيجة احلى بقى ابسط تدبيلة للبتنجان المشوي جنب السمك يا بني طبعا كلنا بنحب بتنجان مشوي جنب السمك وبنفع جدا بدل البابا غنوك تعملي بالطريقة دي بيبقى حلو قوي اديته ملح وكمون وكمان عصرة ليمون هنا بقى ربع معلقة من هريسة الشطة الجاهزة يعني فيها فلفل احمر حار وفيها توم مش هحط شطة علشان الفلفل بتاعي حار جربوا كده يا بنات عفوا الهريسة دي انا في اي تدبيلة بستخدمها بالضبط بالضبط كده زي درع اليمين في المطبخ من الحاجات الكنجي جدا اللي ما بقدرش استغنى عنها خالص يا بنات هنا السمك بتاعي اتحمر من الجهتين او كده هنشوف اهو بقلبوا على الجهة التانية اخد اللون معي خطير ومن تحت شكله حلو قوي تمام وباين عليه ان هو استوي وكمان مفيش ريح الدخان بقى ولا تشتشى ولا بصه اي حاجات من دي مش موجودة خالص المطبخ بتاعي زي قولكوا رحتوا جميلة كده والشقة كلها حلوة محافظة على ريحة شقتي يعني الدخان وقالية السمك كلنا عارفينه بنشتكي منها فالوصفة دي طحفة قلبت السمك كده على الجهة التانية بصه هو مش هيلزق في حاجة اصلا لانه محطوط على شبكة فبجد حلو قوي وكمان دهنتوا بالفرشة تاني من نفس الخليط دي والزيت وهدخلوا تاني تحت الشواي كده السمك بتاعي كان اتحمر وقالينا السمك وكمان عملنا طبق بتنجان بديل البابغة النوجة عايز اقولك كمان ممكن تضيفي على طبق البتنجان ده ما لقيت طحينة خام ببقى حلو جدا عملت جنب الوصفة التحفة دي رز ابيض عايز اقولكم من اجمل واحلى المرات اللي عملت فيها سمك في البيت كانت خطيرة حرفيا جربوها كده ممكن كمان نعمل طبق سلطة خضرة او شرايح بصل متقطع بالليمون بتكون حلو قوي شايفين شكل السمك بتاعي حلو ازاي طري ومستوي لونه فاتح جميل جدا قلب السمك من جوه لونه ابيض ومن برا كده واخد اللون الاصفر اللي مقرمش الحلو ده نفتح واحدة مع بعض كده وتشوفوا قد ايه السمك مستوي متخفيش خالص هيستوي منك وهو تحت الشواية الريحة حلوة او يا بنات لما طلع من الفرن طبعا قطعت جنبه كده قطع من الفلفل الاخضر وعملته طماطم وردات بالشكل ده لاني طبعا مش عاملة سلطة لكن الاكلة كانت تحفة بجد انسي انك تشتري سمك من برا انسي خالص تشيلي هم الزيت هتعملي احلى سمك روعة 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 خدوا الوصفة دي عندك واحتفظوا بيها وفي رمضان جربوها وفي العزيم جربوها لو هتعملوا عزومات سمك وما تنسوش لايك وشير واشوفكم الفيديو الجاي على خير مع السلامة اشتركوا في القناة